انتهى جهاز تنمية المشروعات من إعداد دراسة ميدانية عن المقاومات الاقتصادية وفرص التشغيل وإقامة المشروعات للقرى المستهدفة في المرحلة الأولى بمبادرة حياة كريمة هذا وأوضحت وزيرة تجارة والصناعة ورئيس التنفيذي للجهاز نيفين جامع أن عدد القرى قد بلغ 1500 قرية في 20 محافظة وأن المبادرة تهدف إلى النهوض بالقرى المصرية وتحسين ظروف المعاشية لمواطنيها وتوفير حياة أفضل لأبناء هذه القرى وضافت الوزيرة أن دراسة شملت العديد من المحاول الاقتصادية والاجتماعية والإحصائية ومنها عدد سكان كل قرية ونسب الفئات العمرية الموجودة بها ومعوردها الطبعية والفرص الاستثمارية المتوفرة سواء كانت مشروعات زراعية أو ثروة حيوانية أو حرفية أو تجارية وخدمية ترجمة نانسي قنقر